معنا هنا في الاستوديو حول هذا الموضوع الأستاذة نجيب غلاب الكاتب والباحث السياسي اليمنى أستاذ نجيب أهلا بك معنا على هذه النشرة شكرا لحضورك للاستوديو من الواضح أن إيران لا زالت مصرة على تهريب السلاح إلى اليمن رغم كل هذا الحصار المفروض رغم كل هذه المواقف الدولية رغم كل ما يحدث على الأرض إلا أنها مصرة على إيصال السلاح إلى الداخل اليمني إيران على ماذا تراهن الآن؟ على ماذا تعود؟ إيران استراتيجيتها ما زالت مستمرة داخل اليمن لم تتغير هي تتحرك ولديها رؤية فيما يخص اليمن وتحويلها إلى أداء وظيفية في إدارة حروبها ضد العرب ويعني تاريخ إيران واضح فيما يخص تهريب الأسلحة ليست هذه المرة الأولى صح تم كشف في 2012 السفينة جيهن واحد جيهن تو وكانت تحمل كميات كبيرة من الأسلحة بما فيها متفجرات السي فور وغيرها وهذه التي تم كشفها لكن يبدو لي أن خطوط التهريب الإيرانية تشتغل بشكل واضح وخطوط التهريب تعمل من بداية الحرب الأولى في صعدة إلى الحرب السادسة ثم خططت للإنقلاب إيران إيران هي من خططت للإنقلاب وما كان تهريب الأسلحة قبل الإنقلاب إلا ولديها خطة كاملة لنقل تصدير ثورتها وتشكيل نظام داخل اليمن شبيه بنظامها السياسي وكانت خطتها بشكل أساسي هو اختطاف الدولة بشكل كامل وتحويل المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى أذرع لصالح الميليشيات بعد أن تمكنت قوات التحالف من ضرب مخازن الأسلحة وواجهة الحركة الحوثية بدأت خطوط التهريب تشتغل مرة أخرى وهناك خطوط للتهريب كثيرة بعضها يأتي عبر البحر الأحمر وبعضها عبر البحر العرب ويبدو لي أن الحدود العمانية اليمنية لا يوجد رقابة واضحة عليها ونحن نحتاج من السلطات العمانية أن تكون أكثر حرصا في هذه المسألة هذا هو سؤال رغم كل فرض الحضر الجوي والبري والبحري من خلال كل ما يحدث ومن خلال بعض المراقبين اليمنيين لازالوا يؤكدون أن هناك طرق حديدة يتم إيصال السلاح فيها إلى الداخل اليمني حقيقة أصلا يعني مسألة وجود المافيا تهريب الأسلحة كان الصعدة هي مركز أساسي لتجارة السلاح ليس داخل اليمن فقط وإنما حتى في القرن الأفريقي وهناك مقررات أممية لمعاقبة بعض تجار السلاح وصعدة كانت تبيع الأسلحة ليس فقط للحوثية وإنما لحركات التمرد والإرهاب في القرن الأفريقي وداخل اليمن ويبدو أنه الخط الأكثر نشاطا هو القادم من المهرة وصولا إلى صعدة وهذا الخط يبدو لي ما زال مفتوح حتى اللحظة ولا يوجد رقابة حقيقية عليه وأيضا لديهم خبرة سابقة وما في الأسلحة ويبدو لي أنه ما زالت تشتغل حتى اليوم طبيعاتها الجغرافية لو تحدثنا عنها لأن أغلب المراقبين يتحدثون عن منطقة المهرة ومن ثم عمليات إسقاط حقيقة تحصل في هذه المنطقة على هذا الشاطئ من خلال السلاح ومن ثم عن الطرق البرية بمساعدة من القبائل والعشائر هناك يعني لو لم يحصلوا على هذا الدعم من القبائل والعشائر لما يستطيعوا توزيع هذا السلاح ولا تهريب هذا السلاح بهذه الكمية ما طبيعة القبائل والعشائر الموجودة في هذه المنطقة؟ هي شكلت ما فيه تهريب الأسلحة شكلت خطوطها وتشتري ولااءات القبائل أيضا كان هناك ضباط أمن وعسكريين كان يتم رشوتهم وطبعا لأنه تهريب السلاح ارتبط بمسؤولين داخل الدولة وبالتالي عملية التأمين هذا التهريب لا تعاني من صعوبات كثيرة اليوم المفترض أن هذه الخطوط يتم مراقبتها بشكل كامل لأنه حتى اليوم تهريب السلاح هو ليس يعني وصوله إلى صعدة لكن الأهم اليوم ربما إعادة تسليح بعض الخلايا المتعددة والمتنوعة داخل الجنوب بما في ذلك حتى القاعدة اليوم الخطة التي تديرها الإنقلاب هو إبراز الحركات المتطرفة الفوضوية ودعمها بالأسلحة لأعاقة المقاومة وتشويه صورتها وأيضا عبر الجريمة المنظمة فهذه الخطوط يبدو لي أنه لا بد من مراقبتها وأنا أركز بشكل أساسي على الحدود العمانية مع المهرة هذه الحدود يبدو لي أنه لا يوجد رقابة فاعلة من قبل السلطات العمانية لماذا لا يكون هناك مطالبة من الحكومة اليمنية تحديدا من خلال كل هذه الاجتماعات التي حصلت مع الحكومة العمانية لفعلا تكون هناك رقابة صارمة على هذه الحدود من المفترض ليس فقط الحكومة اليمنية حتى دول التحالف العربي ودول مجلس التعاون الأمن العربي وأمن دول مجلس التعاون وأمن جزيرة العرب عمان مسؤولة مسؤولية كاملة مثلها مثل بقية الدول صحيح أنها ليست في التحالف لكن بالأخير ضروري أن تكون شريك أساسي فيما يخص استغلال مافيا تهريب السلاح لبعض الثغرات الموجودة في الحدود نعم أشكرك الكاتب والمحل السياسي نجيب غلاب شكرا لحضورك وستديو انتهى وقتي معك لأسف أشكرك على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لك